مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال فصل الخريف لعام 2024 التوقعات المناخية لهذا الفصل في الوطن العربي الخارطة الأولى بتبين المناطق التي تحدث فيها حالات عدم استقرار جوي فمن لاحظ منطقة شرق مصر ومنطقة بلاد الشام بما فيها المملكة وأيضا العراق وشرق تركيا وأيضا شمال الجزيرة العربية مع ظهور وتأثر المنطقة خاصة السعودية وأحيانا المملكة وأيضا غرب أو شرق إفريقيا بمنخفض البحر الأحمر وأيضا هناك في المحيط الهندي مراقبة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لحالات مدارية وفرص واردة لتشكل نشاط مداري في المحيط الهندي وأما بالنسبة لأوروبا هناك اندفاع كتل هوائية باردة جدا وأمطار غزيرة في أوروبا وشمال أوروبا أما منطقة البحر الأبيض المتوسط فهناك ارتفاع في درجات الحرارة لافت أو احترار لافت في درجة حرارة المياه السطحية للبحر الأبيض المتوسط وهذا يعني أنه ممكن تنشأ حالات متطرفة وتؤدي إلى أمطار غزيرة أحيانا خاصة في شهر عشر وإحداش حالات خريفية نشطة على فترات تؤدي إلى تشكل السيول في منطقة المغرب العربي وهذا أيضا وارد بسبب تشكل اللانينة أما النشر الأمطار أو المناطق التي تبين وتوضح حطول الأمطار منلاحظ أن منطقتنا ومنطقة بلاد الشام والعراق وشمال الجزيرة العربية هذه تمثل باللون الأصفر هذه الأمطار المتوقع أن تحطل في هذه المنطقة خلال فصل الخريف متوقع أن تكون أقل من المعدل أما اللون الأخضر فأمطار أعلى من المعدل تشمل منطقة أوروبا أيضا شمال المغرب العربي وبعض المناطق في وسط إفريقيا لكن بقية المناطق تقريبا حول المعدل أما بالنسبة للخارفة التي تمثل درجات الحرارة فاللون الأحمر يمثل درجات الحرارة أعلى من المعدل وتشمل منطقتنا بما فيها المملكة وأيضا شمال الجزيرة العربية والعراق وتركيا وأيضا أجزاء كبيرة من شرق أوروبا ووسط أوروبا وأيضا منطقة المغرب العربي وجزء من المحيط الأطلسي واللون الأخضر يمثل أقل من المعدل تقريبا في منطقة عمان وبقية المناطق حول المعدل أيضا نلاحظ في هذا العام احتمالية تطور ظاهرة اللانينة في المحيط الهادي في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي وبالذات في المنطقة الشرقية الاستوائية من المحيط الهادي حيث تنقفض درجات الحرارة في شرق المحيط الهادي في هذه المنطقة بينما ترتفع درجات الحرارة في الغرب هذه الظاهرة وظاهرة اللانينة لها تأثيرات مناخية من حيث تبريد درجات الحرارة في أجزاء من العالم وأيضا هطول أمطار في مناطق وأيضا نقصان في الأمطار في بعض المناطق على سبيل المثال في منطقتنا العربية في أثناء ظهور ظاهرة النينة نلاحظ أن تشتد الأمطار وتكون أكثر غزارة في منطقة المغرب العربي لكن تقل الأمطار في منطقة المشرق العربي مشاهدينا شكرا للمتابعة ونتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء